اهلا بكم امتى نقول ان الطفل تأخر في الكلام? وايه اسباب تأخر الكلام عند الاطفال? وايه العلاج? ده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه النهاردة. بداية تأخر النطق معناه ان الطفل يكمل سنة ونص وما يعرفش يقول كلمات بسيطة لها معنى زي ماما وبابا. لكن بشرط ان الطفل يكون بيسمع كويس وكمان بيفهم كويس. يعني مسلا تقول له روح لماما يقوم يفهم ويروح لها. ساعتها لازم دكتور الاطفال يفحص الطفل كويس ويتابعه ويفهمك تعمل ايه حسب حالة الطفل. لو الطفل كمل سنتين ونص ولسه مش بيعرف يقول ولا كلمة لكن بيفهم وبيتفاعل وبيستجيب للأوامر كده الطفل لازم يكشف تخاطب فورا. لو الطفل بيتكلم لكن حصلته من الكلمات قليلة او مخارج الحروف عنده مش مزبوطة او عنده لاظغة يبقى الطفل ده كويس لكن محتاج حد يكلمه باستمرار عشان يتعود على الكلام الصحيح ويزود حصلته اللغوية لكن لابد نتأكد الاول ان الطفل ما عندوش اي مشكلة عضوية ضروري جدا جدا نفرق بين تأخر الطفل في النطق وبين التأخر العقلي يعني الطفل مش بس متأخر في الكلام لا ده متأخر في الفهم والاستعاب والاستجابة كمان وده موضوع تاني خالص وعلاجه مختلف تماما حسب سبب التأخر العقلي ودكتور الاطفال يقدر يشخص التأخر العقلي بسهولة. اسباب تأخر الكلام عند الاطفال كتير جدا منها النفسي والبيئي والعضوي. الاسباب النفسية والبيئية لتأخر الكلام عند الاطفال تبقى مثلا زي وجود الطفل في بيئة سلبية مفيش فيها تفاعل يعني مفيش حد بيكلم الطفل وسايبينه قدام تلفزيون وبيسمع من طرف واحد وبالتالي مفيش حاجة تشجعه على الكلام فبيتأخر وللأسف ده اهم واكتر سبب منتشر الايام دي. الاسباب النفسية مثلا زي تخويف الطفل والزعائي المستمر للطفل وضربه او وجود مشاكل مستمرة في البيت بين الاب والام او الخوف والكسوف الاجتماعي ودي برضو اسباب مهمة جدا. بعض الاسباب آآ زي الامراض النفسية زي التوحود وفرط الحركة وتشكت الانتباه. ودول لازم يتشخصوا ويتشخصوا مع طبيب نفسي واخصائي تخاطب من بدر جدا عشان ناتجة التحسن تبقى كويسة. التحتها ودي اسبابها كتير جدا لكن اهمها على الاطلاق الاسباب النفسية. زي تخويف الطفل والزعائي المستمر للطفل وضربه او وجود مشاكل مستمرة في البيت بين الاب والام او الخوف والكسوف الاجتماعي. وساعات كتير بيبقى الطفل كان بيتكلم كويس وبعدين يتعرض لصدمة نفسية او ضغط او تقطر او موقف ضيق جدا وفجأة يبدأ يتهته. ولما الاهل يزعقوا للطفل لما يتهته ويقولوا للطفل اتكلم عدل بدل مضربك كل ده بيزود الموضوع اكتر. الحل هو حل المشاكل النفسية والاجتماعية حوالين الطفل واحتواء الطفل والصبر عليه. وممكن نحتاج استشارة الطبيب نفسي وجلسات تخاطب في بعض الحالات. لغبطة اللغات برضو ممكن تأثر هي صحيح مش منتشر اوي لكن موجود برضو. وبيبقى سببه ان الاب والام بيكونوا بيتكلموا لغتين مختلفتين. واحد زي واحد متجاوز اجنبية مسلا. او يسافروا مكان بيتكلموا فيه اللغة تانية. زي مسلا لو الاب والام سافروا اوروبا والطفل معهم. هنا الطفل هيتأخر في الكلام نتيجة انه متلغبط بين اللغتين. وان نفس الحاجة هيكون لها اكتر من اسم. وحلها تعويض الطفل على لغة واحدة في الاول لحد عمر اربع سنوات وبعدين يدربه على اللغة التانية. لاسباب العضوية لتأخر الكلام زي مسلا ضعف السمع. وده اهم سبب ولازم تشخيصه واعلاجه من بدر جدا. وده شيء اهم جدا. ولو ضعف السمع جديد او وتأخرنا في تشخيصه ممكن يسبب التأخر العقلي للطفل كمان. عشان كده لو لاحزنا ان الطفل ما بينتبهش الاصوات كويس من اول ما يتولد لازم نستشير طبيب الاطفال. في بعض دول العالم فحص السمع بيكون روتيني ومجاني لكل الاطفال او الطفل اه اول ما يتولد زي التطعمات الاجبارية كده لان اثاره بتكون خطيرة جدا على الطفل لو اكتشف متأخر. وفيه اخبار من قريب هيبقى روتيني ومجاني لكل الاطفال المولدين في مصر. نتمنى ذلك. اللسانة المربوط. وده بعض الحالات الشديدة وبتكون مشكلة جراحية. ولازم تتشخص بدري لان التأخر في حلها ممكن يعمل مشكلات في الرضاعة. او النمو او تأخر الكلام. والموضوع حلو وسط جدا وتبقى عملية جراحية في دقيقتين اتنين. المشاكل والعيوب الخلقية في الفم والاسنان والحلق والاحبال الصوتية وتضخم اللحمية وانسداد الانف الدائم والحلق والحلق المشقوق والشفة الارنبية ودي كلها مشاكل جراحية لازم يتم علاجها من بدري. حالات التأخر العقلي بكل انواعه واسبابه المختلفة زي ضمور المخ والامراض الوراثية زي الطفل المنغولي. وحالات خلل التمسيل الغذائي المتأخرة في التشخيص والعلاج. وحالات خلل الهرمونات اللي بتسبب التأخر العقلي. كل الحالات دي بيكون مصاحب لها تأخر في الكلام وعلاجها بيختلف حسب طبيعة كل حالة. وسبب التأخر العقلي. النصائح العامة للتعامل مع تأخر الكلام عند الاطفال ان لو في سبب عضوي زي مشاكل في السمع او اللسان المربوط او شأ الحلقة او الشفة الارنبية او تضخم اللحمية او انسداد الانف الدائم كل الاسباب دي لازم تشخص وتتعالج بسرعة خاصة مشاكل السمع لازم تتعالج بدر جدا. الاسباب النفسية زي الاسوى في معاملة الطفل والتهتها الزايدة والامور النفسية زي التوحود وفرط الحركة وتشتت الانتباه لازم استشار الطبيب نفسي واخصائي تخاطب. حالات التهتها واللضغة الشديدة لازم نبعد عن معاملة الطفل بقصوة ونحاول نحتويه ونستشير الطبيب تخاطب. حالات التأخر العقل بكل انواعها واسبابها علاجها بيختلف حسب سبب الحالة وشدته. يجب عليك تلتزم بالنصائح الاتية. تحدث مع الطفل باستمراره بكلمات واضحة ومفهومة ومخارج الفاظ سليمة عشان ودنه تألف على سماع اللغة السليمة. ابعد الاطفال تماما عن مشاهدة التلفزيون خاصة ان التلفزيون بيجعل الطفل مشاهد فقط وما بيدوش فرصة للتفاعل واكتساب المهارات اللغوية. فبعض حالات التأخر اللغوي بينصح بالحاق الطفل بحضانة تمهيدي لزيادة البيئة التفاعلية حول الطفل. اتمنى المعلومات البسيطة ديكم فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة